كشفت الجمارك السعودية عن ضبط عصابة قدمت رشوة من أجل إخراج حاوية سجائر وأوضحت الجمارك السعودية بأنه بعد التنسيق مع الجهة المختصة تم ضبط العصابة بعد أن قدمت مبلغ مليون ريال كرشوة لأحد المعنيين لإخراج حاوية السجائر من أحد الموانئ وأضافت أنه بعد جرد محتوية الحاوية تبين أن بداخلها عشرة ملايين سيجارة